السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا موضوع السؤال الغير مباشر ملاحظة تبدأ الأسئلة الغير مباشرة باستخدام عباعتين وهي Can you tell me or could you tell me يعني اثنين أقدر أستخدمهم واثنين صحيحات إذا أريد أسوي السؤال غير مباشر شن هو السؤال المباشر أقول where's the school هذا مباشر بس من أضيف عباة Can you tell me or could you tell me where the school is صار هذا السؤال غير مباشر غفته حتى أكون more polite أكثر تؤدون أو شخص هذا ما عرفه فأستخدم هذه العبارة ملاحظة عندنا عند تحويل السؤال المباشر إلى غير مباشر ويكون السؤال مبدو بأدوات الاستفهام مثل where, when, where أين, when, متى, how, كيف, how often, واضح كم عدد المرات, how much ويعدنا أدوات استفهام تكون القاعدة كالتالي could أو can وحدة منهن لازم you tell me plus WH question شنه يجي بعدها يجي بعدها جملة تشبه الجملة المثبتة واضح؟ يعني يكون الفعل بعد الاسم واضح؟ مثل examples ناخذ مثال how much does it cost كم يكلف in direct question شنه أجي أضيف عبارة could you tell me نزلنا أداة الاستفهام اللي هي how much واضح it costs هنا شنه قبلها واضح does حدفناها حطانا هنانا الفاعل وحطانا بعد الفعل وضفنا as الشخص الثالث لأن شنه عندنا عندنا does زين ناخذ مثال آخر where is the school أين المدرسة in direct question can you tell me where صارت the school is يعني شنه خلينا فعل الكينونة بعد الاسم واضح؟ فصارت الجملة تشبه الجملة المثبتة the school is who is the school واضح؟ زين what sports do you offer ما هي رياضات التي تعرضونها تقدموها in direct question could you tell me نزلنا أداة الاستفهام what وبعدين شنه هنا تختلف شوية مو أعسن الفاعل قبل هالشيء اللي احنا دين نسأل عنه could you tell me what sports ما هي رياضات التي شنه تقدموها أنتم زين ملاحظة عند حث في الفعل المساعد does نقوم بإضافة s الشخص الثالث إلى نهاية الفعل كما هو موضح في المثال رقم واحد هذا المثال رقم واحد الهسة شو سونا من حذفنا does ضفنا s الشخص الثالث المن للفعل زين نجي نجي هسا نجي هسا نجي هسا نجي هسا عنده تحويل السؤال المباشر إلى غير مباشر ويكون السؤال مبدو بالأفعال المساعدة مو بس الأفعال المساعدة أيضا أفعال الكينونة عنده حث في الفعل المساعدة أيضا نقوم بإضافة s الشخص الثالث إلى نهاية الفعل كما هو موضح في المثال رقم 2 نجي همن نفس الشي نستخدم هاي القاعدة could you account you tell me إذا تشبه الجملة المثبتة بتحكيرها هل لديكم صفوف خاصة بالرسم؟ و نرى ما بدأت الجملة لا بوات ولا وير ولا وين ولا هاو ماتش ولا هاو ماني بدأت في أفعال مساعدة فضفنا كود يو تيل مي ضفنا إذا لازم إحنا هاي حافظيها لأن حسب القاعدة إحنا أخذناها للأفعال المساعدة كود يو تيل مي أو كن يو تيل مي if you have حضفنا الدو والفعل يبقى كما هو فاعل you have drawing classes صارت هاي الجملة شوف تشبه بتركيبة هالجملة المثبتة مزين does he write well هل هو يكتب بشكل جيد in direct question سؤال غير مباشر can you tell me if he writes well حدفنا الدوز ضفنا أس الشخص الثالث مثل ما قلنا مثال رقم 2 مزين عدنا number 3 do you have a swimming pool هل لديكم حوض للسباحة in direct question سؤال غير مباشر نضيف عبارة could you tell me ونضيف if إذا كان لديكم معناها if you have a swimming pool حدفنا الدو الهاف تبقى نفسه زين do you have language software هل لديكم برنامج شنو للغة in direct question can you tell me if you have حدفنا الدو ونزلنا الجملة متى تغير الهاف if you have language software is it time to go هل هو هذا الوقت لنذهب in direct question نضيف عبارة could you tell me if قلنا نسوي الجملة تشبه الجملة المثبتة في الـ 20 لازم بالبداية if it is time to go مو نقول if it is time to go if it is time to go زين تنويه يعني ملاحظة نستخدم السؤال الغير مباشر في اللغة الإنجليزية عندما لا نعرف الطرف المقابل مو عندما لا عفوا نستخدم السؤال في اللغة الإنجليزية سؤال غير مباشر في اللغة الإنجليزية عندما لا نعرف الطرف المقابل جيدا أو عندما نريد أن نكون أكثر تأدبا يعني مور بولايت هدا أني أسئلة مهمة بالامتحان Do as required أعمل كما هو مطلوب Do you have a football pitch يعني هل عدكم ملعب لكرة القدم In direct question Could you tell me if you have a football pitch واضح Pitch معناها ملعب لكرة القدم شوف الثانية The tell me can wear Cafe you is Reorder عيد ترتيبها بس بين هذه عبارة Can you tell me من ذن الكلمات عيد ترتيبها وتكون العبارة كالتالي Can you tell me where the cafe is يعني هل تستطيع أن تخبرني أين المقهى زين How large are the classes كم حجم الصفوف واضح كبرها In direct question Could you tell me How large هي أداة الاستفهام واضح How large The classes are مو أعدة كلاسس قلنا نخليها تشبه الجملة شنو المثبتة زين Offer Activities You tell Can Extra What me Reorder عادة الترتيب فعادة الترتيب أشوف الكلمات هم بها عبارة Can you tell me نفس الشي هنا شوف هنا عدك Can You tell تتكامل تتكامل العبارة Can you tell me شوف أداة الاستفهام What Extra activities ما هي الفعاليات الإضافية You offer شوف مو offer you You offer التي تقدمونها فأذني أسئلة جدا مهمة وتسبقها أيضا أمثلة في ساعدة كمية لا بأس بها من الأمثلة حول ال indirect question وأي أسئلة تريد تطرحها خصوص هذا الموضوع تقدر تترك التعليقات وإن شاء الله إحنا نقدر نجاوبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا